نعمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ومن صور القرآن الكريم التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر صورة الضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخر الصورة روى الإمامان البخارية مسلم من حجوند بن عبد الله قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرات من قريش وجاء في رواية أخرى أن أم جميل زوجة أبي لهب أروا بنت حرب فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد هجرك تقصد جبريل عليه السلام تأخر في الوحي ما أرى شيطانك إلا قد هجرك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزر الله عز وجل هذه الصورة الكريمة والضحى والليل إذا سجى قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى هذا قسم من الله تعالى بالضحى زمن الضياء والنور وقوله تعالى والليل إذا سجى أي أظلم وادلهم وهذا دليل على قدرة خالق هذا وهذا خالق النور وخالق الظلام قال سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم قوله تعالى ما وداك ربك وما قلى أي ما أبغضك وما تركك ولا الآخرة خير لك من الأولى أي ما عده الله جل وعلا لك في الآخرة خير لك من هذه الدنيا الفانية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا وأكثرهم إطراحا لها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يعطى مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه روى الإمام أحمد مسند من حديث أبي مويهبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا مويهبة إني خيرت بين أن أعطى مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربي عز وجل فقال أبو مويهبة بأبي أنت وأمي رسول الله اختر أن تعطى مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لقد اخترت لقاء ربي والجنة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام زار بقيع الغرقد ثم بعد ذلك بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه قوله تعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أي يعطيك في نفسك وفي أمتك حتى ترضى وقد أعطاه الله جل وعالى نهر الكوثر في الجنة الذي حافته قباب الدر المجوف وطينه مسك أذفر روى ابن جرير في تفسيره معيث ابن عباس رضي الله عنهما قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي من بعد كنزا كنزا فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله جل وعالى ألف قصر في الجنة في كل قصر ما ينبغي له من الخدم والأزواج قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى الله جل وعلا يعدد نعمه وآلاءه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ألم يجدك يتيما فآوى وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه وقيل توفي بعد ولادته ثم توفيت أمه بعد ذلك وعمره ست سنين فكفله جده عبد المطلب فتوفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية سنين ثم بعد ذلك بعد وفاته كفلوا عمه أبو طالب حتى بعثوا الله جل وعلا بالنبوة على رأس أربعين سنة وعمه يحوطه وينصره ويدافع عنه من سفهاء قريش حتى توفي عمه وقبل الهجرة بقليل ثم أذن الله جل وعلا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة فاستقبلوه الأنصار وأووه ونشر الله جل وعلا دينه في مشارق الأرض ومغاربها كل ذلك بقدر الله جل وعلا وحسن تدبيره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وجدك ظلا فهدى أي كنت ظلا فهداك الله كما قال سبحانه وكذلك وحين ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قوله تعالى وجدك عائلا فأغنى أي كنت فقيرا فأغناك الله فجمع الله جل وعلا له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر ولذلك جاء في صليم مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقناه الله بما أتاه وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض أي متاع الدنيا ولكن الغنى غنى النفس قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر أي كما كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم بل أحسن إليه وتلطف به ولذلك جاء في صلى الإمام البخاري من حسان بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين إصبعي السبابة والوسطى قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر السائل يشمل سائل المال وسائل العلم فإذا جاءك السائل فأجبه عن سؤاله وساعده ولذلك جاء في صفات المؤمنين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروف قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث أي كما عطيناك يا نبي الله هذه النعم العظيمة فحدث بها ولا تكتمها قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلح زاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها كما نسألك أن ترزقنا العمل به واليقوف عند حلاله وحرامه اللهم صلي وسلم على نبينا محمد